هي لحظات فارقة في الملف اليمني بعد خمس جولات فاشلة وتعثرات نجح فيها المبعوث الأممي مارتين جرفث أخيرا بفك العقدة في السويد وإحداث اختراق غير مسبوق في ملف المعتقلين أكثر من 15 ألف معتقل اتفق وفد الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي على تبادلهما وفق مقترحات المبعوث الأممي نتمنى أن ما حدث في موضوع الأسرة يحدث في باقي الملفات من جهته قال وزير الخارجية اليمني خالد اليمني أن وفده قدم قائمة من 8576 معتقلا مطالبا الميليشيا بضمانات واضحة تلتزم فيها بعدم تكرار الاختطافات للمواطنين بدوره قال عضو وفد ميليشيا الحوثيين أنه جرى تحديد مطاري صنعاء وسيئون لتبادل الأسرة برعاية الصليب الأحمر ويبقى الجزء الأصعب في ملف اليمني أو عقدة العقد كما يصفها غريفث هي ملف الحديدة الذي قدم بخصوصه اقتراحا يطالب أطراف الأزمة بسحب قواتها من الميناء والمدينة وتشكيل لجنة مشتركة أو كيان مستقل للسيطرة على الحديدة مؤقتا كما وقدم غريفث اقتراحات في ملفات أربعة أخرى هي البنك المركزي وحصار مدينة التعز وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين ومطار صنعاء المغلقة هذه النقاط الأخيرة هي محل خلاف الأطراف اليمنية حيث يرفض الحوثي تسليم ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء بإشراف الحكومة الشرعية وهو ما يعني بشكل أو بآخر شرعانة الانقلاب الذي قامت به الميليشيا وتحويل الأزمة اليمنية إلى نزاع بين طرفين الانقلاب جرى في وقت كان يمر فيه اليمن بتحولات مهمة أوجدتها الثورة التي أنهت حكم صالح ويبقى السؤال الأهم عن مدى تطبيق ما اتفق عليه وإمكانية نجاح المفاوضات المقبلة في كانون الثاني في إنهاء الحرب في اليمن الذي تحول كما العراق مكانا للعبث الإيراني وجزءا من خطته للتغول بالمنطقة ومنطقة شد وجذب تبقي على أهله تعسى في أكبر مأساة إنسانية